تجربة جديدة لإطلاق مركبة فضائية عليها مسافرون عاديون يرغبون في السفر إلى الفضاء التجربة وهي الثالثة من نوعها أجرتها شركة بلو أوريون المتخصصة في رحلات الفضاء خطوة وصفتها إدارة الشركة بأنها متقدمة في برنامج تطوير نظام إطلاق صواريخ قاذفة قابلة لإعادة الاستخدام وكانت الشركة قد أطلقت الصاروخ المحملة بكبسولة فضاء من موقع إطلاق في غرب تيكساس ثم أعلنت عن هبوط الصاروخ في الموقع المخصص له سلفا فيما هبطت الكبسولة الفضائية التي انفصلت عن صاروخ الإطلاق بمضلة براشوت في موقع غير بعيد وفقا لما أعلنته الشركة وكان جيف بيزو رئيس شركة بلو أوريون ومؤسس شركة أمازون دوت كوم قد أعلن مؤخرا أن فريقا متخصصا سيبدأ باختبار إطلاق رحلات يمكنها نقل المسافرين إلى الفضاء بحلول عام 2018 يذكر أن شركة بلو أوريون تعد واحدة من عدد محدود من الشركات التي تعمل على تطوير برنامج إطلاق صواريخ يمكنها العودة إلى الأرض بعد نقل كبسولات الفضاء المحملة بالمسافرين بحيث يتسنى تخفيض نفقات إطلاق المركبات الفضائية ووفقا لبيان الشركة فقد بلغ مدى ارتفاع الصاروخ الأخير الذي أطلقت عليه اسم نيوشيبرد أكثر من مئة ألف متر بحيث انطلق محرك الدفع عند ارتفاع تجاوز الألف متر ليعود بعدها إلى الأرض ويهبط في الموقع المخصص له